مين بقى الاثنين السنتر باكس اللي يبدأوا بكرا؟ كلام ده السؤال الشهير دلوقتي في مصر مين الاثنين اللي يبدأوا؟ مفيش عبد الملعب مفيش الوينش وقابليهم مفيش حيازي مين الاثنين اللي يبدأوا؟ بص هو الطبيعي لو تبص على علي جابر ورام ربيع الناس دي جات لظروف استثنائية محمود علاء كان عالدكة في موراة السنغال فالطبيعي وايمن أشرف فالطبيعي الاثنين دول كانوا اوبشن اللي قدر لك انحصل حاجة للوينش كان حياتي هتروح لأيمن أشرف اللي هتروح لمحمود علاء صحيح فالسؤال اللي بتروح انا بقى هسألك سؤال الوقت الناس النهاردة بتتكلم على علي جابر وعلى رامي ربيع ما خطرش ليه؟ طب افرد بكرا انت بدأت بعلي جابر او رامي ربيع طب السؤال بقى نرجع بالسؤال طب انت ماخدتهمش ليه؟ المباراة الاولينية طالما ما انت النهاردة ما عندكش ثقة في محمود او في ايمن أشرف صح ولا غلط لكن انا في وجهة نظري بكرا لا بص ايمن أشرف ظهير ايصر بل الضبط انا اتفق مع ايمن أشرف بس اقولك حاجة في الاسئلة دي عشان اللي اول انسألتين الاسئلة دي منطقية طبعا كلنا بنسألها بس الراجل ده ما بيردش على الاسئلة المنطقية هو بيعمل اللي هو عايزه يعني انا شفت في اللحظة دي ظروف مباراة معينة ان علي جابر هيبقى مناسب هلعبه مش هيفكر الناس هتقول عليه ايه والدليل عمر جابر الناس كلها سألت ما عمر كمان عبد الواحد اللي كان بيلعب كسر عمر و احنا كنا اتفاجئنا و امام عشور اللي لعب العلمانية في النهائي فانا هلعب بالزبط و امام عشور كمان كموت فانا هلعب بعمر جابر عشان انا شفت ان عمر جابر مناسب دلوقتي فما اعتقدش ان ده هتشغله ما انا بقولك يعني ده انا باتكلمك يعني بندردش الوقت طبعا ده انا اوصل ان هو مش هيحط دفع اعتباراته انا ستقول لي ايه انا متوقع هيلعب بعلي جابر و انا اعطاك انا متوقع هيلعب بعلي جابر اللي علي جابر برضو شغال كويس الفترة اللي فياتت عنده خبرة دولية لايب مع المنتخف كاسعالم الكور الطويلة عنده اللي بيلعب عنده الجنب كويس لايب افريقيا في التالسين و طم بالزبط فانا شايف مش هتطلع بين علي جابر علي جابر و محمود علي لكن ايمن اشرف عشان احطه في الحتة دي مع الكور الطويلة مع بتاعه و ايمن اشرف برضو من اللاعبة كويسة جدا بس عنده اندفاع بالزبط و بيعمل متى كالينج كتير في السكسيار ده بالزبط كده فانا شايف اللي مش هتطلع غير من محمود يا اما مع ياسر مع ياسر علي جابر مع ياسر ليه علي جابر زي ما امير قال علي جابر لعب كاسعالم لعب افريقيا سبعة عشر الفين و سبعة عشر بلعب مع بيراملز دايما في الدوري وبطولات افريقيا في الكونفادرالية و ماشي كويس و اعتقى ان هو طويل برضو يعني عنده طول كويس مع ياسر يقدر يتعامل مع القرات السابتة اللي هارونا بيها المطش الاولاني سواء من اليمين ولا الشمال فاعتقى ان هو مميز جدا في قرات العالية و ده من ضمن اسباب الاستدعاء المنتخدم هيروح الراجل بكرة مفاجأة لعب رمي ربيعة اصلا لا و ما تستغربش ان ايمن اشرف كما ممكن يبدأ يعني انا بص انا شايف ايمن اشرف انا شايف ايمن اشرف ايمن اشرف جايبه كاحتياط الفتوح انا بس ليه بقول ايمن اشرف من افكار الله اعلم انا بحاول اخش دماغ الراجل انه عايز مدافع برضو يخرج من الكورة و دايما كالوس كيروش ببعايز مدافع يخرج من الكورة البيئين يمكن ايمن شوية اللي عنده شوية كورة انا انا ماشي انا انا عايز اطلع بالكورة بس انا هعمل ايه و انا مش معي الكورة انت فاهم قصدي ما حايله هنطلع بالكورة تم انت هتتحطي في مواقف هيبقى فيها اولا منظومته و التكتب بتاعه دفاعي مش هجومي مش هجومي وايمن وياسر برضو الطول مش عظيم لأ الطول انت برضو خلي بالك عندك بكرة و مشكلة برضو اللي برضو انا شايف الاربع اللي ورا اللي موجودين حتة السرعب برضو عندهم يعني انا شايف الوينش يعني الناس بتكلم على العب منع مع منعي ملعب كويس جدا وقده شكله كويس قوي بس انا شايف الوينش مميز في الخامسة دي اللي هو عنده سرعات فبردو حتة المتخوفية بكرة سواء لو رامي او علي او ياسر او ايمن او محمود لأ انت محتاج بكرة يبقى فيه تنوع اللي واحد بيلعب بدماجه كويس وقوي ده خلي بقىك ممكن محمود علاء تلاقيه في الملعب برضو في الاخر لو فيه موارد ان شاء الله بإذن الله لو الدنيا ماشى كويس معاه ممكن تلاقيه محمود علاء في الملعب وعلي وايمن وياسر لا ممكن يحصل والله انا اي حد يلعب بس ان شاء الله المهمة يا كريم بصر احنا ممكن نتكلم على كشكيل والراجل يكون منظم كل حاجة بس في الفيلم ده كله حالة اللعيب يبقى المطش هاي اللي بتفرق حالة اللعيب اللي بتفرق يوم المطش فنتمنى بكرة اي حد يلعب وكل الناس حلالي بالك كل اللعيبة هتلاقيه مركزة وبالنسبة لهم ده حلم هيدي الاقصى والاقصى بالزبط كده انت لو انت عندك تحفز على لاعب انه مش عارف كن لعب مطش ايه ممكن يبقى بكرة نجم المباراة بالزبط كده بس زي ما بقول لك اهم حاجة التركيز مش عايزين برضو اللعيبة يخلي بلك ساعات التركيز زيادة زيادة على لزوم خطر هم اي حد بكرة يلعب اهم حاجة يبقى كل الناس موفق يوم المطش يبقى ان شاء الله يوم هم يكونوا مركزين تعرف احنا حاجة كمان كريم ايه وجود ثلاثي يعني عدك عملاق يعني حضري وشوقي وجمعة يعني جمعة مثلا يعني لعب على اتود روكبة وهنريك يعني لعب وضيوف فهو لما ينقل للناس اللي هتلعب بكرة ويقعد معهم ويهديهم حتى لو هم عصبين لا ممكن تفرق شوقي نفس الكلام الحضري مع الناوي لا يعني ثلاثة دول يوم دور كبير جدا بكرة انا من وجهة ناظري يعني